مشعل على فكرة تراني متورط بالدفع الأخيرة ماري عارف شلون بتمشي في السوق جالسة في المخزن وما عليها أي طلب نطبع عليها أسماء لاعبين وأفريقا مشهورة وتمشي والشباب يشترونها بدون تفكير طيب أبس ألك الحين الفنيلة الوحدة وبنطبع عليها كم راح تكلفنا؟ ريال واحد بس يا سلام يا سلام يعني راح تطلع علينا بـ 11 ريال ونبيعها للتاجر بـ 22 ريال وهو يبيع في السوق بالسعر اللي هو يبي 40-60 ريال السلام عليكم أهلاً هلا ومرحبا شيخ السوق كيف حالك؟ بالله يا أبو سالم أبي هالفنيلة اللي تذكر خطها من قبل شهرين أبي منها 4 تلوان تجيب لي 100 دلزن أووو ما ليش؟ للأسف تدري أن الأسعار تبعت؟ ليش الطمع والجشع يا أبي سالم؟ أبي الشرك طبعنا عليها أسماء لاعبين مشاهير وأفرقة مشهورة عشها تمشي في السوق يعني أنت راح تأخذها مننا بـ 20-30 ريال وتبيعها في السوق زي ما تبيه 60 ريال، 40 ريال تكسب من وران الدبل وزيادة بعد وأنا وشبيب أسماء اللاعبين وفرقة مشهورة أقول لك أبي مثل ذي؟ ماذلا لو طبعنا على الفنيلة صنبور؟ هذا لاعب مشهور ومعروف سطورة الكرة العالمية بعدين اللي رفع التافهين أنت وأمثالك والإعلام والدعايات أنت إنسان معقد هذول مشاهير كلين يدورهم ترى كثير من الشباب لو حصل اسم لاعب غير مسلم على الفنيلة ولو تعطي إياها مجال مستحيل يلبسها هذا تعظيم لهم تعظيم؟ أصلا الشباب معجبين بمهارتهم الكروية بس وقصاتهم وحركاتهم انتبه، ترى لو يسمعونك الشباب ولنت تكلم عن اللاعبين المشاهير اللي هم يحبونهم ما رح يسكتون لك وراح تودي نفسك في ستين ذاهب يا حبيبي هذول مشاهير عندك تاب فيل عندي أنا عندي واحد حافة القرآن أفضل من مليون لاعب اللي يمدح لاعب أبو سالم غير مسلم أو يعظمه ترى موضوعه خطير أرجع الفتوى العلماء لا حوله ولا قوته إلا بالله أنا أقول ليش تجعل ظهرك لوحة إعلانات للاعب لممثل لشركة أنت أحق بهذه اللوحة أنا أقول أي واحد يلبس ملابس مو مناسبة سواء كانت ضيقة أو عليها شعارات فهو شخصية ضعيفة بصراحة يعني يضيح من عيني هذا لوحة إعلان بالمجان تخدم فيها البرازيل وموزنبيق وزيونك طبعا الملابس اللي يشترونها أولادكم قد تكون فيها أضرار صحية جسدية أو نفسية إخواني من تشبه بقوم فهو منه أقول محمد جملي مو يح سم؟ مو يح سنة مات؟ لا سنة يعطش فاني يا أخي يا أبغا مو يح لا لا اي نشيد هذا نشيد الكتاب كل هذول عندي يا أخي لا تغير يا أخي كل هذول عندي مين؟ هذول يضحكون عليكم وخسرون البلوزكم يصحبون يصحبون البلوزكم شكرا بابا شكرا بابا بيتكم شكرا بابا سعود علوين مشوار ساعة وراجل سعود أنا عربك مش تعرقني هاي أنا عربك أخوي مثل ما أنت فنان في دراسة أنا في النار بالسواق يا أبوز النار بالسلمات هذا الشراري كيف يشربه؟ انتو مهندكرة مجيب شاهي بس تعلمني كيف أشرب ما في معلم كيف يشربه؟ لا ما في معلم كيف يشربه بس يا شوف مدين شوي على دول كلا جوه؟ مهندكرة ويب؟ مهندكرة شفوا ردت سعرهم لجلبيأنه لجلبيت نحتاج ilo يا حلوه شوفوا ردد فعلهم تقرب ينهي صبرهم شوفوهم قبل التصوير